بسم الله مرحبا بكم معكم ابراهيم محمود مرسي الفيديو الحالي بعنوان عمل صورة شفافة في الورد احد الاعضاء الكرام طلب مننا نعمل صورة شفافة في الورد فهنعرض المعلومة دي سريعا ان شاء الله في الفيديو الحالي يعني ايه عمل صورة شفافة؟ يعني الكلام يكون باين من خلالها هي تكون خلف النص والنصوص تكون ظهرة امامها وتكون حدة الصورة مش بالقوة انها تغطي على الكلام فده ممكن نوصل للنتيجة دي من خلال يعني طرق كثيرة للغاية ولكن هنختار في الفيديو الحالي ان شاء الله ابسطها ونعرض المعلومة مباشرة بداية ادعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر جرس التنبيهات ومشاركة الفيديوهات هنعمل ادراج الصورة انسيرت طبعا ادراج الصورة بيتم من خلال تاب انسيرت وبيكتشا اضغط عليها كده يفتح لي الصورة هفتح اي صورة ولتكن مثلا الصورة دي ظهرت معي الصورة هنا هصغر بس عرض المستند عشان اشوف كده الصورة دي وليكن مثلا كده انصغرها كمان شوية الصورة دي عاوزين نعملها صورة شفافة ويبان الكلام من خلالها طيب ازاي نعملها ان الكلام يبان من خلال الصورة ماشي من هنا من التفاف النص نحدد ان الصورة دي تكون خلف النص اول ما تضغط علي ان الصورة خلف النص كده هي كده التنسيق بتاعها انها لو فيه كلام امامها فهيبي يظهر من خلال يعني اخدنا الصورة دي سحبناها كده في المكان ده ماشي خلاص الكلام ظاهر امام الصورة تمام كده طيب لو ضغط على الكلام ده ونزلت به انتر لتحت ماشي وعدلت مكان الصورة كده مثلا او يعني قمت بزيادة المكان بتاحها ده كده ولكن الكلام يعني الصورة لسه مغطية على الكلام فاحنا عاوزين الكلام يكون اوضح من كده على الصورة او الصورة تكون حددها اقل يبقى لما بتضغط على الصورة وهي متحددة كده في هنا ادوات تنسيق الصورة بتضغط على تنسيق دي وبتروح للون وبتروح لخيارات لون الصورة او كليك يمين على الصورة نفسها كده وتختار تنسيق الصورة تنسيق الصورة هيفتح لي المربع ده او النافذة دي عندي سطوع وتباين في تصحيحات الصورة طبعا الكلام ده في الوفيس اللي انا شغال عليه اللي هو اوفيس الواجهة بتاعته عربية والاصدار بتاعة 2010 قد يكون عند حضرتك الخيارات دي مختلفة عن كده شوية لان الاصدار المختلف والواجهة المختلفة بيكون يعني فيها بعض الامكانيات اقل او اكتر من اللي عندي ولكن هي نفس الكنتراست والبرايتنس والشارب دي الاشياء نفس الاشياء هنزود التباين هنقلل التباين ونزود السطوع كده طبعا الخيارات بتبان معك في الصورة ماشي هنا وممكن من القوائم دي الاسفم دي الزيادة والنقصان ويتم التطبيق مباشرة على الصورة الحالية تمام طيب وايه كمان زيادة النعومة دي برضه ممكن ان انت تعملها انقاص كده فتظهر معك الصورة اوضح الكلام يكون اوضح على الصورة لان النعومة زادت شوية السطوع عايزين نعمل له يعني تقليل شوية من هنا ماشي وتباين نعمل له ايضا يعني هو بالسالب كده نخليه يعني نزود شوية عشان بيكون اوضح يعني بالطريقة دي دي اسهل طريقة في الورد مباشرة للوصول للمطلوب ولكن هنا هتجب لنا مشكلة صغيرة ان الصورة دي يعني ممكن طالما هي خلف النص لو فيه نصص كتير هنا مش هتعرف توصل لها لو ضطي دابل كريكة عليها كده او كريكة عليها مش عارف توصل لها انا بضغط كريكة او ممكن ما توصل لهاش بسهولة لو فيه نصص كتيره او كلام هنا كتير فعلى لو عاوز توصل للصورة دي تاني وتعدل في الاعدادات بتاعتها من الصفحة الرئيسية وتروح على الاخر خلص كده فيه هنا تحديد السهم الصغير ده بتضغط عليه وتضغط على تحديد كائنات دي بس وتروح على الصورة فبيبدأ يحددها لك مباشرة بعد كده بتبدأ تعمل لها زيادة او نقصان في الحال تغيير للمكان اعدادات بتاعتها تحكم في كل الادوات طبعا اللي معانا ديت تعمل لها اطار مسلا زي ده كده او مختلف عن ده بألوان الاطار حدود الصورة لونها ايه يعني انت يعني مخير في كل هذه الاشياء هذه المعلومة التي حاولت أعرضها في الفيديو الحالي من كل بساطة إن شاء الله يارب تكون معلومة مفيدة لحضراتكم أكون وفقت في عرض المعلومة اشترك في القناة اضغط على زر جرس التنبيهات انتظرنا في فيديوهات قادمة إن شاء الله وشارك الفيديوهات دعما لنا ونشرا للفائدة كنت معكم إبراهيم محمود مرسي أشكر لكم مشاهدتكم الطيبة وإلى لقاء قريب اشتركوا في القناة